قلت له قلت له بس أنا ما عم بقدر جيب أولاد بس ما قلت له أنه أنا معي مشكلة تكون السيارة وميشي بتطفيه قبل ما تكملوا شتركوا هلأ بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب وما تنسوا شغلوا الجرس ليش موتر؟ نفسية كيف وضعك النفسي؟ بالمرة زفت يعني عم بتضحك من برة وعم ببكي من جوا زفت إلك قديش وضعك النفسي هيك؟ إلي ثلاثة شهور عم بعوني من اكتئاب ثلاثة شهور عم بتعاني من اكتئاب؟ أنا رجل عم بعوني من اكتئاب فوق الطاقة ما في شي بيمنع أنه أنا رجل ولا أنا الرجل بنكسر وهذا بنكسر ما أنه أنا والله الرجال لا لم يبقى مجتمعاتنا ممنوع على الرجال يكتئب؟ إيه ممنوع يكتئب خلص المرة مثلا بنكسر الرجال ما بنكسر بس نحن بمجتمع الشرقي طبعا أنه الرجال ما بنكسر نهائيا هو رجال هذا أنا بأعطي قودي وبفكرتي هذا حكي فوضي مجتمع شرقي هذا نحن كيف بنكبر على أي مفاهيم رجولي بنكبر؟ بنكبر أنه على الرجال ممنوع لا ينكسر ولا يعد يبكي ولا يشكي ولا شيء خلص أنا الرجال أنا عاد كلمي رجال بنكسر في رجال كثير انكسرت ما ببين ما في رجال اليوم ما بنكسر بهذا الوقت اللي نحن فيه ولا قبل ولا بعد إيخذينا بالمجتمع الشرقي إنه أنا الرجال ما بنكسر لا في كثير رجال بنكسر مني وجار بيبكي وبينكسر وبينجريح صدمة عن صدمة بتفرق بس نحن إيخذينا بالمجتمع إنه أنا الرجال ما لزم لها انكسر ولا شيء أنا رجال المرة بتنكسر الرجال إيخذينا إنه خلص أنا الرجال بخون بعمل اللي بدي بيطلع معي بس المرة ما بيطلع بيحق شيء انكسار أو اكتئاب أنت عم بتعاني منه اليوم؟ الاثنان سوا شو هن العلمات اللي خلتك تقول إنك أنت مكتئب واكتئاب حاد متل ما أنت عم بتقول أول شيء أنا الحياة هلأ ما إلا معنى معي بالمرة يعني عايش جالس هاتبلا روح بلا شيء أنا هلأ معك بس بلا روح يعني أنا بيشي من شغلي بيتلع بقعد ببيتي بحكي معولي أنا ونفسي بس يعني قبل أين أتبحاء تخلط مع الناس من قبل ما بتحب تخلط مع الناس؟ لا أنا قبل كنت بحب الناس وبومشي مع الناس هلأ لا أنا معزول على الناس كلها أنا هلأ بكره البشر أنا اللي بيشتغل عنده بيعرف هاي الكلمة إنه أنا بكره البشر هلأ بهادى الوقت لأنا فيه أي علمات أخرى بتخليك تقوله أنت فعلاً ما اكتئب الوحدة الوحدة اللي قعدتها هلأ إلي ثلاثة شهور قاعد لوحدة يعني مثل ما يقولوا أنا ما عب نام قبل الخمسة بكي يتغل الليل يعني أنا مثل الولد اللي مضيع أمه كتير مهم الدعم بهذه الفترة اللي بيقطع فيها الإنسان لما بيكون بحالة اكتئب من وين عم تحصل على هيدا الدعم راح هذا الرجل اللي عم بعاني من اكتئب حاد اليوم راح عن طبيب نفسي راح عن معالج نفسي يحاول يخفف من علامات الاكتئاب لا ليش مرحض أول شي مرحض لا ما أنا قدرتي فوت فيه أنا ما أنا قدرتي روي عنده وعطي 80 دولار وأنا شهريتي كله ما بتروح المية وشوي ما أنا قدرتي قلت لي بحكي مع حالي شو بتحكي مع نفسك شو بتشكي لحالك عن حالك ليه صرت هيك أنا مشكلتي أني كنت عم فكر بالموضي اللي أنا كنت فيه رعت لورا دمرت حياتي دمرت مستقبلي خسرت جميعه وخسرت أغلق شي بحياتي قال لهي مارتي أغلق شي بحياتي أنا هلأ دمرني أنا اداية خسران خسران مال خسران سيارات خسران دني ومنوهمي بقى انكسرت كتير بس هلأ أنا مكسرة من الدني أنا هلأ منش هيف لا قدمي ولا وريتي يعني لا شغل إيلو طعمي لا لأكل إيلو طعمي ما فيش إيلو طعمي يعني حياتي منو مبسوط فين أنا الفترة اللي امرأت فين اكتقبت كثير ويهلق وخسرت وزن ظلتني 25 يوم يعدى ببيتي ما عم بتحرك ولا الناس عم بتشوفني سبب الاكتئاب؟ الطلق اليوم سبب اكتئابي أنا هلق الطلق بس طيب كيف كنت تحاول اليوم تتغلب على هيدا الضعف كان اليوم لما الرجل بيعاني مش كمعينة أول شي بيروه عند أصحابه بيسأل أصحابه قبل ما نحكي بأمور تانية شغانوا عم بينصحوك أصدقائك أنا أصدقائك ما عندي عندي هذا الشخص ما في غيره شو نصحك رجال نصحني كفي عند الحكيم قال لي روح وعالج نفسك عند حكيم شو كانت بالنسبة لك لما قالك روح عند حكيم تقبلتها أو صعبة كانت إليك تقبلتها لا تقبلتها يعني قابل الحكيم قعدت أنا وياه عم بلو هكاك المشكل معي ايه أول شي قالك بلش بشو قال لي قال لي جيب لك ترميز عسال قال لي غزي حولك قال لي جسمك ضعيف كتير غزي حولك روح كلك أكلت سماك وضبط وضعك جبت أكلت سماك وعسل ساعة هيك ساعة هيك ساعة تظل دائرة ساعة تطفي ما فيه طيب قال لك هيك أكلت عسل وهيدا ما مش رحل ما مش رحل شو رجعنا صحك الحكيم رحت عند الحكيم رحت الحكيم شو شخصت؟ مشكلة نفسية أو مشكلة عضوية قال لك الطبيب لك نسوي فيه أمراض فيه سكري في أي مرة تاني لا 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 ولا شي قال لي أنت روي قال لي أنت من جو نفسيتك حلوة قال لي بس أنت من جزوهير عن نفسك أهلا شو بدي بالنفسية شو قال لك الطبيب شو شخصت طبيب شخصت لي أنه فيه مشكلة بالضعف اي عملت له الصور وعملت له وعملت له عطوني دواء عمدة ستة شهور شربته دواء كناية عن منشط لا شو دواء مشان أنا تزيد البزري وزيد سرعة تحركة بس شو أعطيك حل للمشخة الضعف ما عم بحكي للبزري هاللأ بأ أنا ما قلت له أنه معي هيك أنا قلت له بس معي ضعف عملت له تحليل البزري ما قلت له أنا سيارة وميشي بتطفي مايلي عين لت له ليش ما قلت له مايلي عين لت له ليش ما لك عين أنا قاعد عنده كان زوجتي معي تلبكت ميلي عين لت له قلت له بس تحليل هذه المشكلة يعني قلت له معا ما قدر نجيب أولاد بس قلت له قلت له بس أنا ما عم بقدر نجيب أولاد بس ما قلت له أنه أنا معي مشكلة تكون سيارة وميشي بتطفي اليوم الضغط عم بيجي قد يكون منها هي حوالت بعد الطلاق علاقة مع أي أمرأة أخرى لتشوف إذا اليوم المشكل التوتر هي عم تخلقه أو العلاقة معها هي عم تخلقه لا 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 ما جربت ولا مجرب العجلة الجنسية أو الـ HSDD هو انخفاض أو عدم وجود رغبة بإتمام العلاقة الجنسية ما في عمر معين للعجلة الجنسية ممكن يكون بمرحلة الشباب وخاصة مع التقدم بالعمر بيصير في عجلة جنسية بسبب انخفاض للأرمونات عند الرجل رح نلخص العالمات العجلة الجنسية بأربعميقات النقطة الأولى هي انخفاض بالرغبة أو بالاهتمام بممارسة علاقة جنسية أو أي عمل جنسي النقطة الثانية هي اختفاء الإثارة من سبب احتكاك جسدي أو بسبب الاحتكاك البصري كالأفلام الإباحية ما بيعود فيه إثارة عند المريض النقطة الثالثة هي القلق بسبب هالمشكلة بيصير في نوع من القلق ومن السرس على المريض وهي ده الشي بيسبب بزيادة العجلة الجنسية والنقطة الرابعة هي عدم وجود إثارة عفوية إثارة العفوية اللي منلاقيها طبيعيا عند الرجال صباحا أو من خلال فكرة أو مشهد يمروا بمخيلتهم خلال النهار فإذن العلاجات هي رح تكون يا أما علاج نفسي إذا المشكلة نفسية يا أما علاج بيولوجي لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب